والآن إليكم حكاية عنوان الحلقة أبي وصدام حسين دارت الأيام وأصبح صدام نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة وكان في نيته أن يتمدد ويتفرد بحكم العراق وبكل ما تحت أرضه وفوقها فعمد إلى استمالة قلوب الأقربين والأبعدين بتخصيص أرقام هواتف معينة يستطيع الناس الاتصال به مباشرة ومع نثر المال العام هدايا وعطايا وإكراميات من السيد النائب وخطر في ذهنه عدد من شخصيات تكريت المرموقة فأرسل مبالغ ضخمة من المال لكل منهم وفي تقديري أنه أراد بتلك العطايا أن يستميلهم إليه من ناحية وأن يقول لهم من ناحية أخرى إنكم لم تكونوا تحترمونني وها أنا اليوم أتصدق عليكم تقول ابنتي التي حضرت المشهد حضرت نان من وكراء المخابرات وطرق منزل جدي في تكريت ذات يوم وطلب مقابلته وفي يد أحدهما كيس من الورق الأسمر وحين دخل عليه أبلغاه بأنهما مرسلان من السيد النائب بهذه الهدية المتواضعة وأخبراه بأنه ليس وحده فالسيد النائب أرسل هدايا مماثلة إلى ثلاثين آخرين وهنا فهم والدي أن الهدية ليست من رواتبه ولا من عرق جبينه تقول لم يلمس جدي الهدية بل طلب من حامل الكيس أن يضعه على الطاولة التي كانت أمامه قائلا بلغ السيد النائب شكري وامتناني وما إن خرج من الدار حتى دعاني وطلب مني إخراج الكيس من المنزل بسرعة وتوزيعه على المحتاجين قائلا إنه مال حرام وحين فتحت الكيس وجدت فيه ألف دينار من دنانير عام ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين موسيقى ترجمة نانسي قنقر